أتحدث أكثر عن كيفية قراءة هذا الموضوع وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا من بغداد الدكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتطرفة المكينة الإعلامية الخلل فيها هذه المكينة لداعش إلى أي درجة الخلافات داخل التنظيم هي من أبرز أسبابها نعم الخلافات داخل ما يعرف بالديوان المركزي للإعلام هي بدأت مبكرة حينما تم التعرف على مكان أبو محمد العدناني وتم قتله ثم التعرف على مكان ومقر أبو محمد فرقان وأيضا تم قتله هؤلاء الرأسان الذين يعتبران هم المحرك الرئيسي لهذه المؤسسات الداعشية سواء كانت المرئية الصوتية المكتوبة الإذاعات والبيانات حينما حصل هذا الاختراك من قبل استخبارات الدولية وقتلهما هذا يثبت أنه ممكن اختراق هذه الآلة وأصبحت غواية هذا التنظيم المتطرف ضعيفة جدا أولا من حيث المحتوى أخرى تكرار المحتوى لا يمتلكون أفكار جديدة أيضا المراسلين الذين هم ينتشرون في الولايات غالبا أصبحت أفكارهم وتقاريرهم هي غير مطابقة للواقع أيضا هم لا يمتلكون أمن رقمي كبير خاصة بعد عودة الكثير من الأجانب خاصة الناطقين الفرنسية الذين كانوا يديرون ما يعرف بأمن المعلومات للمواقع والتطبيقات التي تنطلق منها هذه السموم الداعشية سواء كانت صوتية أو مرئية أو بيانات بالتالي أظن الهكر الصالح الدولي الذي هو يقوم بمهاجمة هذه المواقع والمنصات استطاع أن يتسلط عليهم وأيضا أصبح فضاء التليغرام وحده الذي يحوي تلك المنصات لكن هزيمتهم الكبرى هي في تويتر والفيسبوك واليوتيوب لا يستطيعون تعويضها وأيضا لا يستطيعون المناورة كما كانوا يفعلون سابقا طيب موضوع زرع النجاح بزرع الارتباك لدى أنصار داعش من خلال ما يطلق من تصريحات وهمية وما إلى ذلك ماذا يقول لنا عن جذور التنظيم وأفراد وما يعتقد به أفراد التنظيم لماذا سهل موضوع جعلهم مرتبكين فيما يتعلق بأسس مفروض التنظيم التي يدعيها حقيقة هم عقائديا ينتمون إلى أربعة مدارس من الغلات المتطرفين مدرسة التي يسمونها بالحازمية وهي مدرسة أكثر تطرفا ويوجد فيها قسم كبير من هذا التنظيم الأرهابي أيضا مدرسة الزرقاوي مدرسة أبو حمز المهاجر وأيضا المدرسة العراقية التي ينتمي لها البغدادي هذه المدارس حينما تبحث إحدى المسائل الخلافية داخل هذه المدارس العقائدية التكفيرية يكون هناك جدل في الغالب يصل إلى الأعدام ويصل إلى رميهم بالسجون ومعاقبتهم أما المدارس المنهجية التي يعتمدونها فهي مدرستين مدرسة التجربة ما تعرف بالعرب الأفغانية ومدرسة العراقية السورية أيضا هناك بينهما خلاف كبير على اعتبار هذا بين بعضهم وخلافات طبعا تؤدي إلى أعدامات صحيح بداخلهم أيضا من الخارج لماذا من السهل إرباكهم لأنهم مختلفين وليسوا على قلب رجل واحد وأيضا هم كل يطمع أن تصل الإمارة إليه وأن يتسلط على الآخرين عقيدة ومنهجا وأيضا الكل هو ينتظر متى ينسلخ من البغدادي خاصة لكل المهزوم أمام تسلط المدرسة العراقية التابعة للبغدادي شكرا لك عبر أفمار سنعيان بغداد كنت معنا دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة شكرا شكرا لك